موسيقى مع نفس الدرس المتعلق باسم المرة والهيئة وسنركز في شتم هذه المرة سنركز على اسم الهيئة من خلال هذه الأمثلة التي بين أيدينا مشيت مشية المتنزه مشيت مشية المتنزه مشية المتنزه إذن هذا مركب يدل على كيفية وقوع الحدث مشية على وزن فعلة والمتنزه إذن مضافة إذن هذه مشية على وزن فعلة إذن وهو مضافة إذن على وزن فعلة وهو إذن مضافة وإذن المتنزه إذن مضافة إليه مضافة إليه فإذن هذا المركب إذن بين المضافة ومضاف إليه بيّن لنا إنشتم هيئة المشية أو كيفية المشية وهي مشية المتنزه وليس مشية إنشتم أرياضي أو مشية الفلاح أو أي مشية إذن أخرى وقفت على حافة الهاوية وقفة الذاهلي فعلة وقفة الذاهلي إذن مضاف إليه وهذا اسم هيئة وإذن بالنسبة لوقفة هي من الفعل وقف جذره الوا والقاف والفا وهو جذر إذن ثلاثي جالست جلسة الفزيعي جالست إذن جلسة الفزيعي إذن هذا اسم على وزن فعل إذن على وزن فعل ودل على الهيئة هيئة الجلوس كيفية الجلوس استقبالني صديقي استقبال الأمراء يعني استقباله استقبالا يعني احتفى به استقبالني صديقي استقبال الأمراء إذن كما نلاحظ إذن استقبال إذن هي مصدر استقبال وهذا المصدر ورد مضافا هنا لكلمة أخرى وهي الأمراء مضاف إليه فإذن بيّن لنا المتكلم هنا هيئة الاستقبال كيفية الاستقبال وهي استقبال الأمراء تطايرت الأوراق تطاير الفراشي هذا مصدر مضاف وإذن هذا مضاف إليه وبين لنا أو بيّنت لنا هذه الجملة وبين لنا خاصة هذا إن شيتم المصدر كيف تطايرت الأوراق الكيفية والهيئة التي تطايرت بها بالتالي إذن نعود هنا فإذن نرى أن مشيتة وإذن وقفة وجلسة هذا إذن اسم هيئة من الفعل الثلاثي ويشتق على وزن فعل ثم بالنسبة للجملة الموالية هي استقبال 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 إذن وتطاير هذه مصادر أضيفة يعني لهيئات معينة فدلت إذن على اسم الهيئة نصل الآن إلى الاستنتاج والقاعدة اسم الهيئة إذن ما هو إذن هو اسم مشتق يدل على كيفية وقوع الحدثي كيف يصال من المجرد على وزن فعل لكن إذا كان المصدر إذن من المجرد يعني مصدر الأسلي من المجرد على وزن فعل فإننا إذن نأتي بنعت أو نأتي بمضاف إليه ليبين لنا الهيئة أو الكيفية من المزيد إذن يشتق أو إذن يصاغ باستعمال المصدر المصدر الأصلي يعني للجملة عفوا للفعل وإذن نضيف له ما يدل على الهيئة سواء كان نعت أو يعني مضاف إليه هذا بالنسبة لإسم الهيئة نصل الآن للتطبيقات تطبيقات هناك تطبيقات خاصة باسم الهيئة وأناك تطبيقات تتعلق باسم الهيئة واسم المرأ اشتقل اسم الدالة على الهيئة المتصل بالأفعال التالية جلس إذن جلسة مشى مشية أو مشية نظر نظرة 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 الخائف مثلا نظرة نظرة الخائف انطلق انطلاق مثلا نقول انطلاق السهم اجتهد اجتهاد الأبطال اذن هنا فعلة 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 وهنا انفعال يعني وزن المصدر وهنا افتعال هو وزن المصدري نواصل إذن مع بقية التمرين والتمرين الثاني الآن وهو استخرج مما يلي اسم المرضى واسم الهيئة وأعين الفعل المتصل بهما من خلال هذا النص طبعا وقف الرجل امام مشهد الفتاة وقفة الكريم وقفة على وزن فعله فهو اذن اسم اسم هيئة من الفعل اذن وقف وهو فعل ثلاثين مجرد الذي تؤلمه مناظر البؤسي ثم تقدم نحوه ووضع يده على عاتقها برفق فرفعت رأسها مذعورة ولكنها علمت أنها ليست بين يدي الرجل الذي تخافه فنظرت إليه نظرة لو أنها اتصلت بلسان ناطق لتحدث نظرة إذن اسم هيئة كذلك اسم هيئة إذن نظرة اسم هيئة كذلك غادر إذن جملة الموالية إذن غادر عباس المنزلة وما خطى خطوتين خطوة على وزن فعل اسم إذن مرة من الفعل خطى حتى توقف عن المسير والتفت فنظر إلى البيت نظرة الحزين هنا نظرة الحزين اسم هيئة بيّن لنا إذن هذه النظرة فهي نظرة الحزين وقد حز في نفسي أن لا يودع أخته فزفر زفرة زفرة على وزن فعلة اسم مرة من الفعل زفرة إذن هنا وضعنا هذه الكلمات في أنشيتم جدول هذا الجدول فيه المشتق وقفة على وزن فعلة وهو اسم هيئة من وقفة اسم هيئة من وقفة وإذن نظرة فعلة اسم مرة من نظرة خطوة فعلة اسم مرة من خطاء ونظرة الآن إذن هناك نظرة وهناك نظرة نظرة إذن فعلة اسم هيئة من نظرة وزفرة زفرة إذن على وزن فعلة اسم مرة من زافرة والتمرين الثالث والأخير هنا هو كيف تم تعبير عن الهيئة فيما يلي هل بصيرة اسم الهيئة يعني سيرة اسم الهيئة هو فعلا أو بالمصدر متصلا بما يدل عن الهيئة أشرت إلى بائع الصحف إذن النص إذن أشرت إلى بائع الصحف أن يسرع بالجحش أمامي وأنا أتبعه هذا توفيق الحكيم وأنا أتبعه فجذبه من رباطه الأحمر جذبة جذبة هنا يعني نحن لسنا مطالبين هنا باسم مرة لكن نعلن إذن أن جذبة هو اسم مرة على وزني فعلة فمشى المسكين مشيته رزينة إذن هنا المصدر مع إذن النعت هذا النعت يدل على إنشتم الهيئة هيئة المشية في إطراق الحزين إطراق إذن هو مصدر من الطرق يطرق إطراقا والحزين إذن هو ما يدل على إنشتم هذا الإطراق دون أن يعتني بتبدل الصاحبي وجعلت أتأمله من بعيد في مشيته إذن هنا اسم هيئة والصيرة هي التي إنشتم استعملت هنا دون غيرها إذن هنا تعبير عن الهيئة كان بصيرة اسم الهيئة وهو فعلا فعلا إذن إنها تشبه مشيتي مشي إذن فعلا نعم إن مشيتي كمشيتي هي ونظراتي أحيانا نظرة إذن نظرة هنا لسنا مطالبين إذن باسم المرة لكن هذا اسم مرة كذلك نظرة نظرات نظرة إذن دائما في الامتحانات وإذن في هذه الأعمال المنزلية والواجبات دائما نجعل الجمع مفردا لنجد وزنهم أحيانا كنظراته هي نظرات نظرة إذن نفردها إذن نظرة كما قلنا جامدة تشرف على عالم ساكن مجهول هذا إذن بالنسبة لدرسنا وهو اسم المرة واسم الهيئة وقد قسمناه إلى جزئين نظرا يعني لما يتطلبه من وقت إلى اللقاء إذن في درس لاحق وتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة